قادمة من بلدها حيث الحرب إلى بريطانيا تلتقي سيدة الأوكرانية الأولى أولينا زينينسكا برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي زار كييف مؤخرا قبل أن تشرح الأوضاع في بلدها أمام نواب بريطانيين يشعر الأوكرانيون الآن برعب قد يتردد صداه في ذاكرتهم لقد نجت بلادكم من الغارات الجوية المشابهة للطريقة التي تريد بها روسيا تركيع شعبنا نسمع كل يوم صافرات إنذار مماثلة لتلك التي سمعها الجيل البريطاني السابق أنتم لم تستسلموا ونحن لن نستسلم لكن النصر ليس الشيء الوحيد الذي نحتاجه نحن بحاجة إلى العدالة زينيليسكا دعت لإنشاء محكمة خاصة لتعزيز عمل المحكمة الدولية في كشف الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها سياسيا وعسكريا عندما يتم إسكاة صفارات إنذار لهذه الحرب وعندما يتم طرد المحتلين من الأراضي الأوكرانية وعندما يتمكن شعبنا من العودة إلى الوطن سيكون العالم قادرا على شكر بريطانيا ليس فقط للمساعدة في وقف الشر في ساحة المعركة ولكن أيضا في استعادة العدالة بإدانة هذا الشر ومعاقبة مرتكبيه أعتقد أنه سيحدث شكرا لكم على دعمكم المجدولي أوكرانيا بريطانيا تقول إنها ستواصل دعم أوكرانيا عسكريا وإنسانيا بالإضافة إلى مواصلة استخبالها آلاف اللاجئين الأوكرانيين زيارة لبريطانيا أرادت السيدة الأوكرانية الأولى أن يكون عنوانها حجد الدعم لبلادها ليس فقط لضمان الانتصار في الحرب وإنما أيضا لتحقيق العدالة لضحياها عمر شاكر الحرة لندن